الحقيقة القرعب برح أصفرت عن مجموعة من اللقاءات كل واحدة منهم على حدة تتوصف بأنها هيحصل من خلالها ضرب نار وبما لا يدع أي مجال للشك بالمناسبة في مواجهة تانية كمان لا تقل هي الأخرى في الأهمية عن لقاء ليفر بول ورية المدريد طبعا بكلمكم عن مباراة باريس سان جرمان مع باير ميونيخ اللي اتنين كبار والاتنين تقال والاتنين تاريخ وحدوتة طويلة وعريدة وكل واحد فيهم بطبيعة الحال عنده طموح أنه يفوز بالبطولة مش مجرد يتفوق في هذا اللقاء وانتهينا لا لو عايزين كل واحد فيهم عايز يفوز بالبطولة البايرن عنده من الإمكانيات ما يؤهله للفوز بالبطولة الحالية برغم أنه طبعا استغنى عن هدافه الفضيع ليفندفسكي لكن نرجع ونقول برضو مع ساديو ماني وجناح الخطير جنابري والهداف مولر والنجم الشاب جمال موسيالة برضو كتيبة يعني مش سهلة كمان باريس سان جرمان يعني عنده هو كمان كل المقاومات اللي تخليه يعني يفوز بهذا اللقب الحالي عنده من سماسي ونيمار ومن فابيو وأشرف حكيمي يعني المواجهة حتكون نارية وقوية جدا 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 بالمناسبة مباراة الزهاب حتكون في باريس والعودة في ألمانيا لكن طبعا المواجهة الثالثة بقى بين منشاستر سيتي وليبزيج يعني نقدر نقول أن فرص المان سيتي أفضل نسبيا يعني أن هي اللي تفوز وتتأهل إلا إذا حصلت أي مفاجأة في هذا اللقاء وتكون مفاجأة غير متوقعة كمان مواجهة انتر ميلان مع بورتو مباراة هلقول أن هي متكافأة إلى حد البير يعني من وجهة نظر الناس كتير هتكون خمسين خمسين لكن يعني أتوقع أن شخصية وتاريخ انتر ميلان يعني يرجح كفته في هذا اللقاء أكتر نسبيا من بورتو بسيها تبقى مباريات كلها قوية تطيع يعني أنا عاجبني على فكرة القرعة جدا يعني بالمناسبة لأن أولا إحنا فيه منها توقعنا مبارح بشكل يعني 100% أو بشكل كامل وفيه لا بس على كل حال أنا شايفة أن المباريات قوية المباريات بتحمل فيه تنافسية فيه ثقرية بين فرق مختلفة ده في حد ذاته أعتقد بيعطي يعني متعة للجماهير اللي بتتفرج هو يدي الغرض في الأول في الآخر من كورت القدم يعني